أحبتي في المسيح سلام ونعمة رب المجد يسوع المسيح معكم جميعا ورحب فيكم في فقرة جديدة من فقراتكم خلك مع المسيح فهذه الحلقة هنتناول للحين موضوع الجهاد والاستشهاد في المسيحية كثير من المسلمين يحسبون ما في عندنا جهاد واستشهاد ولكن في الحقيقة عندنا المسيحيين عندنا الجهاد الجهاد في المحبة والعطاء الجهاد في التضحية الجهاد في تحقيق العدالة الجهاد في المساواة كلمة جهاد أصلا مشتقة من بذل الجهد في تحقيق أمر ما فلا يجي واحد يزاود علينا ويقول عندكم جهاد يدعو للقتل والقتال حاشا لله حتى الحروب الصليبية ليس لها أي علاقة ولا مرجعية من الكتاب المقدس حن المسيحيين مملكتنا مش من هذا العالم ولكن مملكتنا في السماء يحنى 18-26 الكنيسة أبدا ما كان لها دعوة تأسيس مملكة على هذه الأرض ودوم حن ننظر للسماء على أساس أنه مملكتنا هناك حن المسيحيين نجاهد الجهاد الحسن اللي قال عنه بولس الرسول المسيح بهذه الآية قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان في مساوس الأولى أربعة سبعة كلمة جهاد انذكرت في الكتاب المقدس حوالي 22 مرة وحنركز على أربع نقاط على سبيل المثال للحصر واحد مين هو العدو اللي نجاهد ضده عدونا الحقيقي هو الشيطان ومش الإنسان المخلوق من دم و لحم حسب أفسوس ستة اتناعش نين حن نجاهد ضد الخطيئة حسب عبرانيين 12 أربعة ثلاثة حن نجاهد علشان ننمو ونتطور في الحياة الروحية من خلال الصلاة وقراءة الكتاب المقدس والخدمة أربعة حن نجاهد ككنيسة كجسد واحد من تبشير وتلمزة وشركة وعبادة وغيرها هذا هو الجهاد المسيحي وما في عندنا شيء اسمه قاتلوا أعداءكم وعدوا لهم قوة ورباط الخيل وغيرها من هذه الأمور حتى لما بطرس طلع سيفه وقطع إذن الجندي الروماني المسيح ايش قال له قال له رجع سيفك المحل وقام ولمس بيده الكريمة إذن الجندي الروماني وخلق له إذن جديدة متى ستة عشرين الآيات واحد وخمسين إلى ثلاثة وخمسين حتى لما تسمع كلمات في الكتاب المقدس مثل رب الجنود أو الحروب الروحية وغيرها كلها ما تخرج من هذا المفهوم الروحي أما الاستشهاد فهو الموت في سبيل الحفاظ على الإيمان والحقيقة أن الكنيسة وعلى مر تاريخها كانت كلما عانت من الاضطهات كلما زاد إيمانها وزاد عدد اللي ينضمون للكنيسة ويخلصون وهذا طبعا عكس المنطق ولكن هذا بالتأكيد قوة صليب المسيح وقوة قيامته أحبتي في المسيح أصلي أن تكون هذه الفقرة وضحت لك بعض المفاهيم الخاصة بالجهاد والاستشهاد بالمسيحية صلاتي أنه الكل يخلص ويجاهد الجهاد الحسن وينال تاج النصر من يد يسوع المسيح نفسه آمين أترنم بمراحم الرب للبت وأعلن بثمي أمانتك من جيل إلى جيل لأنني قلت أن مراحمك ثابته للبت وقد ثبت في السماوات أمانتك قد قلت إني سويت عهد مع الملك اللي اخترته أقسمت لداود عبدي أثبت نسلك للبت وأبقي عرشك قائما من جيل إلى جيل السماوات نفسها تشيد بعجايبك أيها الرب والملائك هلقديسين بأمانتك فمن في السما يعاد للرب ما فيه بين الكائنات السماوية من إماثله إنه إله مهوب مرة في محفل الملائكة هلقديسين ومخوف كثير عند كل المحيطين فيه من مثلك يا رب إله الجنود الرب القدير وأمانتك محيطه فيك أنت متسلط على هياج البحر فتهدي أمواجه عند ارتفاعها أنت سحقت قوة مصر فصارت مثل قتيب وبدت أعدائك بقدرتك العظيمة أنت ملك السماوات والأرض بعد أنت مأسس المسكونة وكل ما فيها أنت خالق الشمال والجنوب وباسمك يترنم جبل تابور وحرمون أنت ذو القدرة العظيمة يدك قوية ويمناك رفيعة البر والقضاء قاعدة عرشك الرحمة والحق يتقدمون حضرتك طوبة للشعب اللي يستجيب الهتاف البوك فيسلك في نور محياك يا رب باسمك يبتهجون طول النهار وببرك يسمون فأنك أنت قوتهم اللي فيها يفخرون وبرضاك يعلو شأننا لأن الرب هو حمايتنا وملكنا هو قدوس إسرائيل أعزائي المشاهدين في السعودية والوطن العربي أهلا وسهلا فيكم في فقرة جديدة من فقرات سعودي مسيحي أعتقد إن لا يوجد مسيحي عايش في وطن العربي إلا سمع وتأذى من جملة يكررها عمة الإخوة المسلمين يتهم فيه أقدس كتاب بالنسبة له وهو الكتاب المقدس بإنه كتاب محرف وللأسف هذا هو الاعتقاد السائد عند أغلب إخواتنا أو إخواننا المسلمين وهذه هي وجهة نظرهم في كتابنا واللي طبعاً ما يتحرجون من ذكرها أبداً وقت تسمح لهم الفرصة لذكرها فدائماً نسمع جملة أنتو كتابكم محرف أو المسيحيين واليهود كتبهم محرفة يعني الإنجيل محرف والتوراة هم بعد محرف وأعترف أني أنا شخصياً كنت مثل غيري أعتقد أن كتب أهل الكتاب محرفة ومش مثل القرآن المصان والمحفوظ من كل تحريف فمع أن الركن الثالث من أركان الإيمان الإسلامي والواجب لصحة إيمان أي مسلم هو أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ومع أن الإيمان بكتبه ومش بكتاب واحد سبق حتى الإيمان برسله برسله إلا أن المسلمين يؤمنون بكتب هم في نفس الوقت غير مؤمنين فيه بحجة أن الله فعلاً أنزل هذه الكتب وهي كلام الله فعلاً لكن الله تكفل بحفظ القرآن وبس وترك حفظ باقي الكتب للناس فتكفل اليهود بحفظ التوراة وتكفل المسيحيين بحفظ الإنجيل وهذا طبعاً كلام أعتقد أنه غير منطقي وغير مقبول فالله مستحيل يميز ويفرق بين كلامه فيكون بعض كلامه محمي وبعضه غير محمي وهذا يخصه وذاك يخص الناس فإذا كنا بشر نحفظ كلامنا ونصون عهودنا فبالأحرى يحفظ الله كل كلامه ويصونه من كل تحريف لكن يا ترى إيش القصة بالضبط هل الكتاب المقدس محرف فعلاً أو غير محرف وإذا كان غير محرف فمين بالضبط المستفيد من اتهام الكتاب المقدس بالتحريف فهل الإسلام هو من من اتهم الكتاب المقدس بالتحريف أو في الموضوع إنه وفي شيء مخفي محتاجين نكشف عنه فخلونا نبدأ بمصدر المسلمين الأول ومشرعهم الأساسي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو القرآن فهل قال القرآن إن الكتب المقدسة محرفة؟ أتوقع أنك ستنصدم لو عرفت أن القرآن أبداً لم يذكر أن كتب أهل الكتاب محرفة بل على العكس تماماً فإيش رأيك بأن القرآن نفس شهد بصحة الكتب المقدسة ووثقها كلها سواء التوراة أو الزابور أو الإنجيل لو حطها معيار سليم وصحيح لإثبات أي حقيقة حب المسلمين أو نبيهم من التأكد منها فقال لنبي مثلاً في سورة يونس الآية 94 فإن كنت أي يا محمد في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من قبلك لقد جاءهم الحق من ربك فلا تكن من الممترين فتخيلوا إن القرآن يقول على لسان الله شخصياً يا محمد لو أنت شك فيني أو مش مصدقني فعندك أهل الكتاب روح تفضل روح واسألهم عشان تتأكد وتتوثق من كلامي بنفسك فكيف تتوقع يطلب الله من نبيه يسأل ناس هو عارف في الأساس إن كتبهم محرفة هل تشوف هذا كلام منطقي؟ طيب تصدق إن القرآن في آية ثانية طلب منك أنت شخصياً كمسلم إذا كنت محتاج تتوثق أو تتأكد من أحوال الأنبياء ورسالاتهم فأنت بعد تروح وتسأل أهل الكتاب فقال في الآية رقم 43 من سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني يا محمد وهم أنتوا بعد يا مسلمين لو حبين تتأكدون أني أنا الله فعلاً فعندكم أهل الكتاب اسألهم عني وعن رسلي فهم يعرفوني عز المعرفة من خلال كتبهم شو تقول؟ ومش كذا وبس بل يشهد القرآن أن التوراة فيها حكم الله ويطالب بتطبيقها وتنفيذ ما ذكر فيها من أحكام التشريعات فالآية رقم 43 من سورة المائدة تقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يعني القرآن هنا يشهد للتوراة أنها سليم وغير محرفة وفيها حكم الله والواجب النفاذ وخذ بالك عزيزي المسلم أن القرآن ما شهد بصحة التوراة والسكة بل شهد للإنجيل فقال في سورة المائدة الآية رقم 47 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فممكن تسأل نفسك حبيبي المسلم يا من تردد أن الكتاب المقدس محرف كيف يكون محرف ربك نفسه يطالب بتطبيق أحكام لا بل ويشهد بكل وضوح بصحة الكتاب المقدس وإنه نور وهدى فكيف أنت تجي وتقول إنه محرف وتخالف نص القرآن اللي يقول في الآية رقم 44 من سورة المائدة إنه أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فإيش رايك هل بعدك مصدق إن الكتاب المقدس كتاب محرف حتى والقرآن نفسه يشهد له بتمام الحفظ طيب تدري إن كل الآيات اللي يستشهد بها شيوخ الإسلام إنها أقرت بتحريف الكتاب المقدس لا تذكر لا من قريب ولا من بعيد أو تشير إلى التحريف أبدا فلا يوجد آية قرآنية صريحة وحدة تقر بتحريف الكتاب المقدس لكنهم للأسف استخدموا بعض الآيات لتشتيت المسلمين وإثبات ما لا يمكن إثباته لأنه ببساطة غير موجود أصلا فالآية رقم 41 من سورة البقرة مثلا واللي تقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فما تتكلم أو حتى تشير للتحريف ولكن عن الكتمان يقول تكتموا بالضبط مثل الآية رقم 91 في سورة الأنعام واللي تقول قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه في قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا فهل تتكلم الآيات عن الإخفاء ومش عن التحريف بالعكس تقول إنه هدى ونور وحتى الآية رقم 78 من سورة آل عمران وتقول وإن منهم لفريقا يلون الألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب فلو ركزت شوي بتشوف إنها تتكلم عن تأويل ومش تحريف فهم يلون ألسنتهم يعني بالكلام فقط علما إن المذكورين هنا فريق منهم يعني كم يهودي كانوا في حوار مع المسلمين بس ومش كل اليهود ونفس القصة مع الآية من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا فيحرفون الكلام فالكلم جمع كلمة يعني اتهام بالتحريف معنى الكلام ومش تحريف الكتاب وهنا ممكن يرد عليه واحد ويقول لي طيب إيش تقول في الآية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فحرد عليه وأسأل بكل بساطة مين هذول؟ وإيش علاقة الكتاب المقدس فيهم؟ مجموعة يقولون شيوخ الإسلام أنهم من أهل الكتاب مع أن القرآن لم يذكرهم منهم كانوا يكتبون كلام ويبيعونه على العرب بحجة أنه كلام الله وهو مش كلام الله فيش دخل الكتاب المقدس أو أهل الكتاب في الموضوع؟ لكن خلني أقول لك هل تدري أنك بكلامك هذا أن الكتاب المقدس محرف تكذب القرآن وتكذب الله؟ ولازم تستغفر؟ فالقرآن يقول في سورة الأنعام الآية 34 وبكل وضوح ولا مبدلة لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين يقول ولا مبدلة لكلمات الله يعني واضحة لا مبدل يعني ما أحد يقدر يبدل كلام الله فكيف تقول أن اليهود أو المسيحيين بدلوا وحرفوا كلام الله؟ وأن الله حفظ كلام وترك كلام وهو نفسه يقول لا مبدلة لكلمات الله ولذا الآية ممكن عمرها ما مرت عليك طيب مرت عليك الآية رقم 46 من سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون أكرر أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فكيف يشهد رب المسلمين وقرآن المسلمين ونبي المسلمين أن كتب أهل الكتاب صحيحة وفيها هدى ونور ويطالب المسلمين بالإيمان به ويقول أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وبعد هذا كله يجي مسلم ويقول لنا كتابكم محرف شيء من جد غاية في الغرابة طيب بعيد عن القرآن وخلوني نفترض جدلا أن المسلمين ما يقرون القرآن وما يدرون عن كتابهم أو أن سقطت منهم الآيات التي تثبت صحة الكتاب المقدس فخلوني نستخدم العقل والمنطق ونسأل كم سؤال يمكن يوصلنا لإجابة والبينة دائما على من الدع أنت تقول أن الكتاب المقدس محرف طيب ماشي يا عم ولا يهمك لكن ممكن تقول لي بس ما تحرف إذا كان حتى وقت ظهور الإسلام والتوراة والإنجيل كتب كامل ومنتشر بين الناس وهذا كلام معروف وموثوق تاريخيا ومش محرفين بشهادة القرآن فالقرآن نفسه طلب من أهل الإنجيل بتحكيم الإنجيل وطلب من اليهود بتحكيم التوراة فمتى تم التحريف؟ متى؟ هل عندك فكرة؟ تقدر تقول لي؟ ثانيا كيف تم التحريف؟ يعني إذا كانت ألاف النسخ من التوراة والإنجيل منتشرة في الكثير من المعابد والكنائس والأديرة وفي ثلاث قارات كبيرة فبالعقل كذا مين هذا اللي يقدر يغير كل النسخ في العالم في وقت واحد؟ ترى الموضوع مش سهل مثل ما تتوقع والسالفة مش كم كتاب هنا وهناك نحرفهم على السريع وقت ما نحب وانتماشي يعني خلك منطقي شوي وثالث سؤال هو مين حرفهم؟ هل اليهود مثلا هم اللي حرفوا كتابهم؟ أكيد مستحيل لأن المسيحيين ما رح يسكتوا أو يسمحوا بتحريف كتاب يعتبر جزء لا يتجزأ أساسي في كتابهم طيب يمكن المسيحيين هم اللي حرفوا التوراة؟ طبعا مستحيل لأن اليهود ما رح يسكتوا أو يسمحوا أو يقبلوا لأي أحد مهما كان أن يحرف كتابهم المقدس والموجود عندهم أصلا وهم صعب على المسيحيين يغيرون كل نسخ التوراة في العالم كله والسؤال الرابع هنا هو الصالح مين ومين المستفيد وإيش السبب أو الدافع للتحريف؟ يعني ليه اليهود أو المسيحيين بيحرفون كتبهم أصلا؟ عشان إيش؟ هل عشان مسح الأدل اللي تثبت نبوة محمد؟ طبعا لا لأن الأولى باليهود مسح عشرات الأدلة عن ميلاد وحياة والصلب وقيامة سيد المسيح واللي يستشد به المسيحيين من قلب التوراة والمسيحيين مثل ما نعرف خرجين من رحم اليهودية فكان الأولى والأقرب مسح النبوات نكاية بالمسيحيين صح؟ وأخيرا والسؤال المهم هنا والمطلوب إثباته هو فين تم التحريف؟ وفين النسخة الأصلية؟ فأرجوك حط صبعك كذا وأشر وقل هنا وقع التحريف وعطني الأصل وإذا كان عندك وخلينا نطابق بينه وإثبت لي كلامك فإذا كنت تملك النسخة الأصلي فتعال ورني فين وقع التحريف؟ فإذا كنا نجد عشرات الألاف من المخطوطات والنسخة القديمة للتوراة والإنجيل مكتوبة قبل وجود الإسلام مطابقة تماماً للكتاب الموجود بين يدين اليوم فأين وقع التحريف بالضابط؟ يعني لا القرآن قال إن الكتاب المقدس محرف ولا العقل ولا المنطق يقولون إن الكتاب المقدس محرف لكن شيوخ الإسلام يقولون إنه محرف وصدقني ما ألومهم فالموضوع محرج فعلاً فالقصة ببساطة لو حاب تعرفها أخي المسلم بدأت في عصر الدولة العباسية وخصوصاً في عهد الخليفة العباسي المأمون وقت ازدهرت الترجمة في عهده وشجع على العلوم والمعرفة والترجمة وفعل بيت الحكمة واللي كان المسؤول عنه وقته شخص مسيحي اسمه حنين بن إسحاق حنين هذا ترجم التوراة كاملة من اليونانية إلى العربية وهنا بس ظهرت المشكلة اكتشفوا علماء المسلمين فروقات كبيرة بين القرآن والتوراة فروقات في البنية وفي المتانة وفي الدقة وفي التفاصيل والأعظم من كل هالفروقات ظهور بعض الاختلافات عن القرآن اختلافات كبيرة في الأماكن والشخصيات فإيش الحل؟ ومن هنا جاءت قصة إن الكتاب المقدس محرف دفاعا عن سمعة القرآن وهذه القصة ترى من أوله إلى آخره فلا القرآن قال إن الكتاب المقدس محرف ولا فيه دليل علمي أو عقلي على تحريفه لأن مستحيل أحد يقدر يحرف كلام الله وإحنا كمسيحيين عارفين ومتأكدين من صحة كلمة الله الموجودة عندنا وناثق إن الله قادر يحفظ كلامه فالمسيح يقول السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول ويقول في متى خمسة ثمانتاش فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل هذه هي الحقيقة اللي لازم تصدقها وتأخذ قرارك إنك تتعرف على كتاب الله وتبدأ من اليوم رحلتك مع كلمة الله المقدسة وتستمتع بمحبته وتتعرف على حقيقته والآن لكم مني أجمل تحية وأرق المشاعر وسلام المسيح معاكم وأشوفكم الأسبوع الجاي على خير أحبتي في المسيح سلام ونعمة رب المجد يسوع المسيح تكون معكم جميعا والروح القدس يخويكم في كل لحظة وكل يوم ويعلمكم اليوم حنتأمل في رائع من رواعي للإنجيل وموقف من مواقف المسيح لما نستضاف فوته مريم ومرثة عندهم في البيت تعالوا نقرأ هذه الآيات المباركة من إنجيل لقى ونسمع كلمة الرب كلمة الرب بتقول وفيما هم سائرون دخل قرية فقبلته إمرأة اسمها مرثة في بيتها وكانت هذه أخت تدعى مريم التي يلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه وأما مرثة فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة فوقفت وقالت يا رب أما تبالي بأن أختي تركتني أخدم وحدي فقل لها أن تعينني فجاب يسوع وقال لها مرثة مرثة أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها هذه الآيات من لوقى عشرة الآيات 38 إلى 42 في هذه الآيات المباركة المسيحي بيعطينا درس مهم جدا في التوازن لمن كان مسافر هو وتلميزه ودخلوا قرية واستضافتهم الحرمتين المؤمنتين مريم ومرثة إخوات العازر خو المسيح اللي كان يحبه وقاموا من الموت اللي قصته مسكورة في يوحنة 11 مرثة هذه كانت تخدم الضيوف وتجهز الأكل والفواكه والشاي والقهوة وكل شيء لكن أختها مريم كانت جالسة عند رجول المسيح وتسمع كلامه انقهرت مثل من أختها وقالت للمسيح مش هامك إني أشتغل وتارك أختي مع ضيوف قولها تجي تساعدني في المطبخ طب ليش أنت ما يا مثل ما تجي وتقولين لها ليش تطلبين من المسيح أنه يقول لها تجي تساعدك ولكن الهدف أنه عشان ربنا يبغي يجاب وحنا نسمع الجواب الآن المسيح ونتعلم منه المسيح قال لمرثة مرثة مرثة أنت تهتمين بالخدمة والأمور الدنيوية ولكن الأهم هو أنك تهدي شوي وتحاول تسمعين لكلام الرب صحيح الخدمة ضرورية ومهمة الدليل أنه المسيح نفسه كان يخدم الناس ويشف المرضى ويعالج اللي ساكنهم أرواح شريرة ويفتح عيون العميان لكن برضو المسيح وبنفس الوقت كان يختلي لوحده ويصلي زي ما هو مسكور في مرقص 1.35 وحيانا تلاقي المسيح يروح ومع بعض تلاميزه للخلوة والاعتكاف مثل ما سوى في حديقة الجسل السيماني حسب متى 26 وجبل التجلي حسب متى 17 الخدمة الجسدية والروحية مهمة والأهم هو أنك تلاقي وقته تجلس مع ربنا خصوصا أن المسيح نفسه وخلص المشارية هو اللي كان موجود وكان أولى بمثلة أنها تجلس بهذا الوقت مع أختها مريم وتسمع المسيح وتستمتع بكلامه الحلو اللي يفرح القلب ويرد الروح أما المطبخ والشاي والقهوة فملحوقة يأتي وقتها بعدين أحبتي في المسيح هذا الدرس لكم وليا ولكل واحد مننا إذا لقيت نفسك مشغول بالخدمة زيادة عن اللزوم تذكر أنك تفرمل وتحاول تلاقي وقت وتجلس مع المسيح وتسمع كلامه وتقرأ الإنجيل وتسمع لروح الله أي شيء بيقول لك والعكس صحيح إذا لقيت نفسك بس تسمع لكلام الله وما تسوي شيء وتعتزل الناس حاول أنك تلاقي أي فرصة وتختلط مع الناس وتخدمهم علشان أتطبق اللي تعلمته من خلال جلوسك في مجلس الرب أحبتي في المسيح أصلي علشانكم وأصلي علشاني أنا بعد أن الرب يعطينا كلنا حكمة في استخدام الوقت بشكل صحيح بشكل متوازن والرب يبارك الجميع بالمسيح يسوع آمين